مرحبا 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 إلى جريم بيتر لائف يوتيوب إذا لم تتابعوا حقا، ارجوك اشترك بعد أن ترى أو ترى فيديونا إذا كنت تشعره، اشترك على اشترك وشاركتها مع أصدقائكم شكرا ثلاثتنا مرتفع توقيمة من نقطة هذه مرتفعة 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 مرتفع من مرتفعة إجراءة ما مرتفعة عضو كثيرا وهذا ما خلال من نقطة المرتفعة 1 أجر هنا. إنه طويلة 130 متر من هذا الطريق ومن هذا الطريق 32.5 متر النظام إنه 1 أجر إنه 4200 متر ممتاز هذه تشغيل تشغيل 12 زون أو 12 ممتاز هذا الممتاز تشغيل لأنه تشغيل تشغيل ممتاز تشغيل تشغيل ممتاز كل الممتاز يمكنهم الممتاز ي封ه ممتاز من كل مشيئ أيضا لاتوا وصل ووصل الان تمكنك تضع المعكية من كل هذه المكان في هذا المكيم وعمل المصدرات لكي يعمل المصدرات لكي يعمل المصدرات لكي لكي نبدأ من أجل زون 0 الظون 0 هي يوضح المصدرات لكي يحلل معجز يدقز فر pieds are cultivated inside this surrounding area with the distance of 1.5 متر and about this design we used two types of trees it is palm trees and mango trees the distance between each palm and other تقريبا 7 متر ومانغو تقريبا في المدين يعني أنه يمكنك التقريب بين مانغو ومانغو ومانغو تقريبا 3.5 متر هذا من هنا 7 متر و هذا من هنا 3.5 متر هذه المدينة 3 تقريبا 44 مانغو تقريبا و 44 مانغو تقريبا كما ترى هنا هذا هو المدينة تقريبا في كل مدينة تقريبا في كل مدينة هنا زون 1 زون 1 تقريبا في مدينة تقريبا 17 متر و كل مدينة تقريبا 1 متر و 8.5 متر هذا تقريبا في مدينة هنا 1 متر و المانغو تقريبا 0.3 متر هذا الل heel 1 زون 2 زون 2 زون 3 تغييرا محتفى مختلفة تغييرا محتوى هي تحت taps او 36 تغييرا كما تستخدم الى الجهة عدد مانا تحت taps او 2 متر او 1.5 متر تحت الهوار محتفى تحت او 36 تقريرا محتفى مكان أنه دفعه برجها 8 إلى 9 وزون 3 هذه الريطانية عبر من الأحوة لحوة 28 متر على البطاية حسنًا إخوة هذه الريطانية هذه حوة 0 هذه حوة 1 هذه حوة 2 هذه حوة 3 فلور 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 مهم جيدًا هنا لأن شيء ما there فلور 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 احوة جيدًا هنا هنا لأنك فكرا لديك ما سيكون هذه الأشياء لكي يمكنك تكون روحايا من هذه المكان لتجربة تشارك في المستخدم التحديد من الكلام لتجربة كثير من الكثير من الوزن ، لتحديد إلى الكلام يعني ل yes or you can make any kind of advertising on the social media you have aquí okay season three about zone four zone four it's mixed fruit we cultivate here yeah it's about three or four types of fruits we have a lemon or light creep scapefruit Coava this is the site is limon it's about twelve trees this side is orange 12 trees this side is grapefruit this is 12 trees this side is Coava it's 12 trees this here 12 trees Coava 12 trees orange 12 trees crapefruit and limon المطلوب هي 716 مطلوبة هذا هو زون 4 كما ترى هنا زون 4 على زون 5 هنا هنا زون 5 هنا زون 5 مطلوبة أيضا هنا هنا 47 ترى بابايا و 48 ترى بانانا ثاني هنا المطلوبة يتوقع 2 متر و في إجراء ترى بانانا الكبير هذا المطلوبة و هذا المطلوبة و هناك جدارة إنه مطلوبة ترى محاولة يمكننا أن ترى أجزاء من اجزاء ترى بانانا هنا و 78 ترى بانانا هذا هو زون 5. على زون 6 زون 6 هو مجرد أمام المجرد هناك هنا مجرد من 30 قد هناك تشكل من 30 قد هناك مجرد من أمام المكتابات و مجرد من أمام المكتابات بالفعل الأرى، من الجزية فإن عدًا 90 إلى 1 متى هذا الفعل يجب إلى 30 دول عام. إلا جزية كل جزية تحتاج إلى 3 متى. هذا هو النظر. فإن المكان يجب إلى 3 متى سلطر للأرى، للأرى، موسيقى موسيقى فموسيقى موسيقى وهذا جانبت فمسيقى موسيقى أيضا هنا يوجد 7 المتعامل ويوجد 2 المتعامل يوجد 7 المتعامل وهذا المتعامل لأنه لو كانت تشعر بحيث يمكنك تشعر المتعامل الشمينات هنا ها يوجد 5 ميتعامل 2 أول جميل السيد Bruce 2 II ستط치는iness به و سلعة لأستفادation a young m كل الي foreigners because each able to carry with an open area is six meter and also here 27 square m this shed enough for enough for ten cows because each one need three meters this is about three in thirty okay can have eight or ten cow these are six square meters for��ed grass هناك هي المعارضة كوري تقرير المكان هناك 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 ثلاثة هناك 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 فلتين هناك أمام وجمع والأمام هناك and this close co and this is the open yard this is three uh three open and open and closed area for chickens have three pets this is animals also include duck cups the cups here it's about 20 ducks okay as you see here that can be played on this fish farm or duck also can play here on أزولة أرى أمضاء أمضاء يمكنك تحرك في هذا المكان أيضا أيضا يمكنك تحرك بعض الأحيان من المكان من أي شخص من أي شخص أو شيء لكن أعتقد أن الأمضاء أرى الأمضاء أمضاء النهي الأمضاء أمضاء أعلى أن أزولة هنا أصبح زون 6 الأمضاء أمضاء زون 7 قطع نقضي أمضاء نقضي زون 7 كيناك لا تيام goes on it is honey piece fun honey he is for it's about 16 square meter it is which I put here six kind six boxes to collect honey because honey because if because we have a lot of fruit trees here and a lot of some truth for fruit trees around maybe can used the here bees to producing أيضا هذا المشفور بهذا العمل جفوه لعبارنا مشفره هذا الجوية 8 شوية 9 ازائل على الفش فارم الفش فرم مرقوة مرقوة فش فرم شوية 10 ازا مرقوة إننا لدينا الكثير من جوة عجل من العين ونطفق 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 الكثير من المنزل تأتي هنا هذا المكان يكون المجرسة من المنزل المطارد الغريط وقوة التأتي هنا وكان المنزل يمكن المنزل هنا لتش cần المنزل من المنزل الشكل من المنزل لنزل القدم developing اتصالة ت såنة التالية هذه المنزل قطة 10 zone 11 zone 11 it is about grass for animals and mixed fruit zone 11 it's about mixed fruit and grass for just about 300 meter square for grass and 15 trees for mango 15 trees for mango 300 meter square meter for grass maybe grass can be for your animal or you can sell it about and and mixed fruit all fruit we have here 15 meter square 15 15 trees of mango in proto because we have here 3 zone 0 zone 0 for mango also here we have 15 trees of mango zone 0 we have 44 mango trees and here we have 50 mango trees so okay the distance is a minimum it's about four meter the standard distance for the trees it is about 55 meters but sometimes for high density we can use they can use three meters but between rows and rows is five meters but we here we are used standard we are used fixed for four yeah maybe we can use the distance under the tree cultivated cultivating any kind of vegetables and other grass also this is zone 11 zone 12 zone 12 it is zone 12 including house and many men house are many men we have house one meter squares and the garden of house and the machine garage it's about 12 meters square and management office about 18 meter squares frozen area to store all your kind of vegetables and fruits and meats or chickens okay and workshop to doing your to build your all your kind of any kind of something need to your farm okay this is the house 100 meter square this house we have three rooms and also sitting area and kitchen and two toilets okay and this is management office when you enter the farm you find your when you enter the farm after from here you find the management office at your left hand this is the door of management office and also here the door of storage of the frozen frozen area to frost crop or chicken or any kind of here okay then if you can go here and enter the the house area this is the entrance of the house this is the entrance of the house okay here is the garage of your machines and here is the garden of your house here is the workshop of your house the door of workshop open here because if you see here we made a wide distance to enter your shop or doing your shopping it will do something out and this is a workshop here here okay okay this is uh zone 12 this is all all our farm this design is very nice because and because it is organized well you are enter this is the road and the entrance of your farm and the entrance of your farm and this is the zone of management office and or store and okay all the building here then you have a vegetables area and then we have mixed fruit area and flower area this is very happy area because you have a garden and something to look at eyes okay and here is the fruit mixed fruit area mixed fruit area and this is the animal area and fish area and compost area here is the grass area and mixed fruit area uh because as you see here this road can make you reach all your kind of your project reach here reach here reach here reach here reach here and reach the last area here okay okay this design very nice we can see the three the three dimension view of it as you see here this is the entrance area this is the frozen area floor area crab area mixed fruit area this is the house and this is the garage this is the garden three vegetable mixed fruit and mixed fruit and this area also before at the border also we can put surrounding uh uh trees for prevent your farm from high wind high wind uh to prevent your farm by trees uh by putting long trees maybe a shocker shocker type or other trees to prevent your farm from high wind okay uh as you see here this is kind of uh how we can use uh bed one bed to produce high revenue uh because uh this is for uh something this for explain and this is kind this is skills to increase your revenue from one bed this is one bed for vegetables okay and this one bed for grass and this one bed for uh other crop uh we can you we can use uh pipeline to uh to irrigate your bed how we can i will show you this is uh this is the standard way to how we build your bed this bed bed for for uh vegetables become divided bed into rows the distance of each row is about 0.3 0.3 0.3 0.3 meters and put leafy leafy vegetables here and at the border put underground underground vegetables and with this at the in the middle put uh fruit vegetables like tomato or other also we have two lines for irrigation okay here bed for uh for producing uh seeds this seeds crop okay each each seed crop dimension which is about a meter how long is about uh 30 30 30 30 30 meters but uh but inside our farm here we have not 30 so i would only 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 eight only eight point five but the distance is one meter okay but this is the standard okay and also here is the irrigation pipeline as same same the distance is about a meter and the irrigation uh two irrigation uh two drop irrigation pipeline uh the distance of each one it is about uh distance between this pipe and this pipe is about uh a 80 centimeter this is for producing uh grass and this is for producing seeds and this is for producing vegetables okay this is the overview this is the boxes of compost area and this is the honey area this is the duck area this is the chicken area and this is the goat area cow area and here between the compost and the other area is the fish area we can't see it as we said this distance between compost area and duck area it is about fish farm uh uh this is between the reservoir and the duck area it's about azola farm okay this is the grass farm and this is of truth okay hope the hope this design meet your expectation and meet your requirement to to put all projects or uh micro projects inside this uh inside this uh inside inside all farm yeah any one of micro project can produce revenue and all of them became as one project to give your high revenue for uh for one acre this one acre do you know one acre it is not the small as you think this one acre and have 12 or 11 or 12 projects inside this one acre hope you if you like this design and you like this video click on like here and share it with your friend uh to support us uh to continue on this one and making a lot of design to meet your expectation thank you very much green better life youtube channel you